في طار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالملتقى الحكومي 2017 والذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء المقر ومبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والذي وجه فيه سموه إلى عقد ورش عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة 2019-2022 أعلن سعدة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير وشؤون مجلس الوزراء عن إنعقاد الاجتماعين التنسيقيين لمحور البنية التحتية غدا الاثنين وللمحور المالي والاقتصادي يوم بعد غد الثلاثاء بحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المعنيين وقال سعدته إن الاجتماعين يأتيين تمهيدا لورشة عمل المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية التي يترأسها معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنتين الوزريتين للإعمار والبنية التحتية والشؤون المالية وضبط الإنفاق بتاريخ السادس والعشرين من نوفمبر وهي الأولى التي تنعقد ضمن سلسلة ورش العمل لوضع الأليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة 2019-2022 في مختلف محوره الرئيسة وأوضح سعدته أنه سيتم خلال الاجتماعين مناقشة المريات التي تم الانتهاء من تسليمها حول المبادرات والمشاريع المستقبلية من قبل الوزرات والجهات الحكومية ذات العضوية في اللجنة الوزرية للإعمار والبنية التحتية واللجنة الوزرية للشؤون المالية وضبط الإنفاق ومن المزمع أن يشهد الاجتماعين مناقشات معمقة للأهداف والسياسات التي تم رفعها ليتم عرضها خلال ورشة عمل المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية ومن ثم ورشة العمل الختامية حول التطلعات المستقبلية في مارس 2018 برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء التي سيتم الاستناد عليها عند إعداد برنامج عمل الحكومة القادم هذا وتعقد ورشة العمل الثانية في المحور التشيعي والأداء الحكومي في شهر يناير 2018 برئاسة معالي السيد جواد بن سالم العريد نائب رئيس مجلس الوزراء أما ورشة العمل الثالثة فستكون برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وتتناول محور الخدمات والبيئة وستعقد في فبراير 2018